لا باطل يعلو فوق حق حينما يكون القضاء عدلا فائقا في الانصاف واستقلالية القضاء سلطة رابعة عليا في بلاد الرافدين يعلو فيها الحكم الفيصل مدافعا عن المظلوم ومجزيا لمصلحة الوطن والعراق معروف بخبرة قضاته ونهج القضاء فيه يستمر على نهج هذا العرف التاريخي رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الرجل الأول في سلطة القضاء الذي يواكب تفاصيل ما تمر به البلاد حيث تقترب من موعد استحقاقها الدستوري لذا كان القضاء ويستمر بحماية واحترام القانون وتطبيقه ومعاقبة المخالفين له ولا صوت يعلو فوق صوت القانون وفي الحراك الانتخابي الذي تشوبه محاولات التزوير أو استخدام المال السياسي كان زيدان حاضرا بإصدار العقوبة وتفعيلها بحق المزورين لسهذا فحسب بل كان إصدار مجلس القضاء الأعلى توجيها بحق المعتدين على صور المرشحين هو القرار الفوري الذي أصدره فائق زيدان لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين لأحكام المادة الخامسة والثلاثين من قانون الانتخابات رقم تسعة لسنة 2020 توجيه يحفظ القول المبين وزنوا بالقصطاص المستقيم استقامة لطالما تحفظ سيرة القضاء العراقي وأسماء بارزة في محاكم البلاد صنعت ثقة متينة بقرارات القضاء وتوجيهاته التي يقودها اليوم رئيس مجلسه الأعلى برؤية وطنية تعلي مصلحة العراق فوق أي اعتبار تثمينا ليوم ديمقراطي لا بد أن يكون النزيها لا فسد فيه أو تزوير بحفظ احترام الحقوق الإنسانية والقانونية والدستورية سواء لمرشح والأهم لناخب وإنتاج صورة وطنية كاملة الملامح تحيي نهضة البلاد